أعطاء المؤتمر فاشل مستحق منيى به الإنقلابيون إثر محاولتهم الاستحواذ على حق تمثيل مجلس النواب في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة المغربية الرباط وحاز هذا الحق وفد يمثل الشرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي لم يكن وفد الشرعية فقط من يحضر هذا المؤتمر ولكن القضية اليمنية أيضا حيث شكل دعم الشرعية واحدة من أهم القضايا التي بحثها المؤتمر وضمنها بيانه الختامي في التزام لا يقبل الجدل تجاه اليمن وسلطته الشرعية ورفضا للانقلاب وما جر إليه من صنوف الفوضى والخراب في كل ما له علاقة بالتطورات المؤلمة التي يعيشها الشعب اليمني كل ذلك سيساعد على فتح أفاق جديدة وسيقوي دور الاتحاد البرلماني العربي يعلل الانقلابيون أنفسهم بغياب نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني رئيس الدور السابقة للاتحاد البرلماني العربي هذا المؤتمر ويرونه إسنادا غير مباشر لموقفهم لكن لبنان حضر المؤتمر وبدأ أن غياب بري كان شخصيا وليس له علاقة بغياب الراعي أو من يمثله أخرج الراعي هذه المؤسسة من دورها الضامن للوحدة الوطنية ومن كونها أحد الركائز الأساسية لسلطة الانتقالية عندما جعلها جزء من المغامرة الانقلابية وحاول دون جدوى تأمين غطاء دستوري لانقلاب غير دستوري وإجراء لاوطني أضفى المزيد من التعقيد على المشهد السياسي في البلاد إخفاق يتلوه إخفاق وعزلة تتكرس حول الجماعة الانقلابية في صنعاء التي تعاني من فقدان السيطرة على المؤسسات والموارد والممارسات السيادية كان آخرها اعتبار جوازات السفر التي يصدرها الانقلابيون بدعم تقني إيراني ردي لاغية وغير معترف بها في دول العالم ضربة قوية على الرغم من انعكاساتها السلبية على حامل هذه الجوازات ممن أنفقوا الكثير من الأموال للحصول عليها بسبب دائرة الفساد المغلقة التي أنشأها الانقلابيون حول كل الدوائر والمصالح الخدمية في المناطق الخاضعة لهم اشتركوا في القناة